بسم الله الرحمن الرحيم خطاب صادر عن نساء الفلوجة الأبية والأنبار العصية بعد أن عانت مناطقنا السنية من دمار الإرهاب وفقد الأهل والأحبة جاءت حقبة تاريخية مهمة بقيادة حكيمة لملمة الشمل وأعادت البناء وعاد معها الأمل من جديد نلاحظ اليوم ارتفاع أصوات من شأنها إعادة الأنبار إلى المربع الأسود من يتوقع إعادة التجربة بنتائج معاكسة فهذا ضرب من الجنون ولم يمر الزمن الكافي لننسى تجربة مرة مرارة العلقم إن بقاء قوات دخيلة في أوساطنا له إنعكاسات ليست في صالح الطرفين لا شك في أنه يثير ذكريات أليمة بفقد أبناء الصقلاوية والرزازة ويقود إلى احتكاكات غير محسوبة وتهيج عرق الطائفية وربما أدى إلى ما لا يحمد عقباه من تداعيات وهذا ليس في صالح الوطن ولا في صالح أحد وأخيرا أقول إن المصلحة العامة تقتضي النظر إلى الواقع وما يجري فيه في محيطنا القريب والبعيد بعين العقل والمنطق وما قلته آنفا هو عين العقل اللهم هل بلغت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر